بسم الله الرحمن الرحيم وبه تآلا نستئين تعتمد ميليشيا الحوثي على التعبئة الفكرية الطائفية كأدات أساسية لتحشيد المقاتلين وتغيير هوية المجتمع ومنذ سيطرتها على أول مسجد في مديرية مران بمحافظة صعدة وهي تعتمد على خطاب المسجد لإصباغ حضورها الأمني والسياسي بالصبغة الدينية والمذهبية وبطبيعة الحال فإن ميليشيا الحوثي تسعى دائماً لاستثمار المواسم والمناسبات الدينية لتعزيز حضورها وكسب المزيد من الأنصار لتحشيدهم لاحقاً في حربها ضد الدولة ولا تكتفي ميليشيا الحوثي بالخطب المسجدية بل تعمد إلى نشر محاضرات يومية لقائد الميليشيا إضافة لكم هائل من الضخ الإعلامي المشابه عبر مختلف وسائل الإعلام التابعة لها يستبشر ويرتاح وفي سبيل ذلك دأبت ميليشيا الحوثي على استهداف خطباء وآئمة مساجد لتحويلهم إلى أدوات لنشر الأفكار الطائفية وحشد المقاتلين أو استبدالهم بآخرين من الموالين للجماعة والمنخرطين في مشروعها الطائفي ومضيت في أزقة دمشق مشروع الحوثيين التدميري بخلفيته الدينية الطائفية يسعى لخلق أسباب حرب طويلة الأمد وتقسيم المجتمع على أسس طائفية على أمل حكم المناطق الخاضعة لسيطرتهم استناداً للتقسيم المذهبي والطائفي ولذلك تعمد ميليشيا الحوثي لاستخدام كل وسائل الترغيب والترهيب لإجبار آئمة المساجد على الانخراط فيما تسميه بالدورات الثقافية المعنية بتلقين المبتدئين مبادئ وأفكار الجماعة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ومن يرفض الالتحاق يكون مصيره السجن والإخفاء القصري والتعذيب والطرد من عمله واستبداله بآخرين ممن أصبحوا منخرطين ضمن مشروع الميليشيا تتصاعد التحذيرات من عواقب خطيرة لسلوكيات الميليشيا التي تدفع المجتمع نحو انقسام طائفي لم يشهده من قبل ولكن الميليشيا لا تهمها هذه الحسابات بقدر ما يهمها الحصول على أكبر قدر ممكن من الأنصار لتوسيع جبهات حربها ضد باقي اليمنيين ألم يكشفهم القرآن على حقيقتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر